السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتيب كرام مرحبا بكم في قناة متبخداري اليوم سنقدم لكم الجنواز بالكاكاو سبق لي وحضرت لكم كيكة العيد الميلاد سنحضره بإذن الله كيكة رأس سناء أو كيكة المناسبة على بركة الله سنحتاج جوش كيسان من كؤس العنباء من الدقيق كأس وربع من السكر سنحتاج خمس بيضات وملعقتين من الكاكاو المر وكذلك خميرة حلويات ووحد فانيلا بسم الله على بركة الله كي سننجح لكم إن شاء الله الجنواز كي يخصكم بحرارة الغرفة لا تكون في تلاجة سنحتاج إناء فيه الماء سخون ونضع إناء آخر بسم الله على بركة الله ونضع خمس بيضات ونضع خمس بيضات واحدة لسكر سندة كما قلت لكم وربع سوف نخلط بالخلاط الكهربائي كما تلاحظوا سوف نعود الخليج أبيض سيدتي كما تلاحظوا معي سوف نضع الكيميه ثلاث مرات سوف نضع الكيميه ثلاث مرات سوف نضع الكاكاو سوف نضع الكيميه ثلاث ماء و سوف نضع الكيميه ثلاث ماء سوف نضع الكيميه في الأحدث لكي لا تضع الكيميذ كما تلاحظوا معي في نفس الوقت سنضيف الدقيق كما ستقلي وقلت لكم جوج ديال الكووس ديال العنضة في هذه الأثناء يردك الفران يسخن كما تلاحظوا معي سنضيف الكمية ومتبقات إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إذا تطبعتكم هذه الخطوات بإذن الله سأتطلع لكم لجنواز ديالكم أنا قلت لكم ديروا الماء شاء الله ونضيف كيس خميرة من 8 جرام ونضيف ونضيف من الماء ونضيف كما تلاحظوا أني كان حررت بشكل دائري ونضيف ونضيف جميع ونضيف بشكل دائري كما تلاحظوا لذلك فإذا كنت أتعاق الماء من الماء لذلك نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة سوف نضغطها ان شاء الله سوف نضغطها سوف نضغط خيم سوف نضغط سوف نضغط كامل تقريبا 700 ميليليتر سوف نضغط الكريمة لبردات ممزيئة سوف نضغط ثلاث طبقات سوف نضغط الجين وز ثلاث طبقات الطبقة الأولى طبقة الثانية كما تلاحظوا معي والطبقة الثالثة بإذن الله كما تلاحظوا معي بسم الله على بركة الله سنجيب عصير الليمون كما قدرت لكم في الكيكا أصبحتها كما تلاحظوا معي كما تلاحظوا معي أصبحتنا المحل وقد قمت بوبصورة ومن ثم تلاحظوا وقت صورة الثالثة الثالثة وحسنة 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 إذا كانت أكبر كما تلاحظون معي يجب الطبقة الثانية يمكنك إضافة الماء والسكر يعني ستيره سوف نعصر الليمون لكي نصوب سيدتي نزلت الليمون كما تلاحظون معي سوف نسقي هذا الطبقة ستقلي و ستقلي تقبيلها قمت بتلغير قليلا سوف نجيب الطبقة الثالثة سوف نضيفها سوف نضيفها جيدة سوف نضيفها جيدة على هذا الشق بالنسبة للكريمة أنا خفقتها كما تلاحظوا معي يعني جاءت متماسكة كما تشوفوا والقوام دياله يعني جيد يعني أنا غادي نقص المس دياله هنا بغا نزيده مع الكاكاو مع الكاكاو المر كما تلاحظوا معي هذه الكمية هذي اللي غادي ندير في الطبقة الأولى كما قلنا غادي نزيد عليها الكاكاو كما تشاهدوا معي يعني هنا يا ملعقة من معالغ الطعام أو الكوسكوس أي ملعقة كبيرة فغادي نخلطها مزيان سيداتيانج بالطبقة الأولى كما لاحطي معي يعني ممكن تفرجوا تحت كارتون أو الكاغت ديال الحلوة يعني اللي كيف يدخل الفرق باش ما تلصق لكم مزيانج بالطبقة الأولى ديال الكريمة بالكاكاو سيداتيانج بالطبقة الأولى كما تلاحظوا معي وغادي نفرقها على الطبقة الأولى يعني كما تلاحظوا معي طبقة كثيفة سوف نضع الطبقة الثانية يعني لا يوجد الممكن أن نضع الطبقة الثانية أو الطرف منها سوف نضغط كما تلاحظوا معي على هذا الشكل سوف نضغط الكريمة كما تلاحظوا معي سوف نضغط الكريمة سوف نضغط الكريمة سوف نضغط الكريمة سوف نضغط الكريمة كما تلاحظوا كما تلاحظوا سوف نضغط الكريمة كما تلاحظوا إنها منظمة والتراق يمكنك استخدام سكين كبير على هذا الشكل ثم نضع طبقة الأخيرة من الكيك يمكنك استخدام سكين كبير على هذا الشكل يمكنك استخدام سكين كبير يمكنك استخدام سكين كبير على هذا الشكل نغطي الكيك كامل تم الجوانب يمكنك استخدام سكين كبير سيدتي بعد مذهن ثلاثة من الجوانب كما تلاحظوا معي ثم نضع الجوانب ونظره في كل ما تلاحظوا معي يأتي المنظر رائع يمكنك تضربه بفيرميسيل هذا مجرد رأيي وممكن ان تنطلوه بشيء ما بغيتيب كما سوف اضطيوه معاي يعني كنصوب الجوانب كاملين كما سوف اضطيوه معاي على هذا الشكل كما سوف اضطيوه معاي على هذا الشكل هذا بعد سوف اضطيوه اخر سوف اضطيوه اخر سوف اضطيوه سوف اضطيوه ونزوقه بالكريم من الفوق لديكم فكرة سوف اضطيوه على شكل وردات ونضعه ونصوبه من الجوانب كما تلاحظوا سوف اضطيوه كريم ونضعه في فوق كريم ونضعه 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 كريم ونضعه 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 كريم ونضعه 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 ورداتها حاضرة وانات اكتشعر سيدتي كما تلاحظوا كما ان اصطرت سيدة السيدة ونضعه هي وانات سيدة تستطيعن المواد الحلويه او سوف اعطه اعطيه كما تلاحظوا معي يعني باش يعطي دك اللمعة للكيكا دينا يعني على هذا الشكل سيداتي كما تلاحظوا معي أنا كملت هذه الوريضات هذه في الجوانب أكتبت سانة ساعدة كما تلاحظوا أنا سأضع هذه الوريضات اللوز المقبلة أو اللوز أرمبشور سأضع فوق ذلك اللوريضات اللي خرجت ديا الشوكولات يعني من الأحسن نديروهم هكا على الطريقة الأخرى بحيط طريقة الأخرى فاشكا نصوبهم كي تتقلبوا يعني كي يجي ذلك اللوز من التحت كما تلاحظوا معي على هذا الشكل سيداتي نتمنى المصطفى اليوم تكون لإعجاب ديالكم لا تنسوا تابنى معي فلاشين ديالي باش تصلوا بأي جديد كي يخص قناة صند بخداري وقناة ديالنا كتمنى لكم سنة سعيدة مليئة بالأفراح والمصراس إن شاء الله ونهاركم برق مليئة بالأفراح